ماذا من طرف الكنيسة الكنيسة الاولى تعرفوا في اعمال اتنين مكتوب ايه 42 وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على ايدي الرسل وبعدين بقول صار كل شيء مشترك بناتهم مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون كيف الكنيسة الاولى اتصرفت كيف عملت كيف عاشوا بشكل يومي هذا اللي قرأته على مسامعكم والرسول بولوس لما بيتكلم مع كنيسة كورنتوس لانني تسلمت ما سلمتكم من الاول ما قابلته يعني في الايمان المسلم الى القديسين من فم الى فم من عيلة لعيلة من مجتمع لمجتمع من شخص الى شخص كيف كان يعيشوا بشكل يومي كان عندهم قناعة كاملة بقيامة المسيح يعني مش بس شركة المؤمنين عايشين كوحدة عندهم قناعة ولا الرومان ولا اليهود قدروا يزعزعوا هذه الثقة اللي عندهم من خلال ما شافوا شافوا المسيح المقام من الاموات كان عندهم قناعة كاملة بقيامة يسوع المسيح شركة المؤمنين اللي كانت تعتبر بشكل يومي بولوس الرسول قال تمثلوا بيه لاحظوا الكنيسة الاولى خرجت الى الخارج وربحوا الجدلات يعني الكنيس كانت تجهز التلميذ واللي كانوا يقامنوا يروحوا في الاسواق العامة في الاغورا او الفورم الكلمة اللاتينية في الاماكن العامة وكانوا بيحكوا مع الجميع اليهود والامم وكانوا بيشهدوا عن يسوع المسيح وكان فيه جدلات في الشوارع وكانوا يربحوا الناس كان يسوع بالنسبة لهم حقيقي يعني الشخص اللي اختبر يسوع المسيح حقيقة ولا اقوى قوة دينية في العالم تستطيع ان تهزم الشخص المختبر لانه عنده قناعة حقيقية انه الرب غير حياته ونعمة الرب لمسه بتشوف هذا الشيء من اعمال الكنيسة الاولى من تصرفاتهم من كلامهم من سلوكهم اليومي كانوا نسخة حقيقية كان عندهم ممارسات كانت واضحة امام الجميع مثلا بعطيكو شوية امتة مثلا كانوا بيحفظوا العزة على الجبل اللي هي انجيل متى اصحاح خمسة وستة وسبعة اللي هو دستور الملكوت الجديد اخلاقيات المحبة طبعا اغلب الناس 90% او اكتر من 90% من الناس لا كانوا بيقرأوا ولا كانوا بيكتبوا بس كان في واحد كل مرة بيمسك المخطوطة وبيقعد يقرأ للناس وبيحفظوا وبيكرروا الكلام وهذه الممارسة كانت جزء من العبادة المسحية انه يقرأوا قراءات طويلة من كلمة الله اليوم اخلاق الناس اديقت يعني اذا تكلمت اكتر من خمس دقائق ولا قرأت اكتر من ايتين بيصير في ملل الشخص الممتلئ من الروح القدس على النقيد بالعكس بيكون عنده الحماسة بيكون عنده المحبة بيكون عنده الشغف عاوز يعرف مثل سفنجة عاوز يمتلئ ويمتلئ ويمتلئ اكتر واكتر اشتركوا في القناة